سلام عليكم بعد صلاة وسلام على رسول الله مرحبا بكم على قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير وأحوالكم كلها طيبة وصفتنا لليوم حلوة جفة اقتصادية بمقادير بسيطة جدا وتقطع لنكمية لا بأس بها سهلة ممتعة جدا في التحضير والأهم بزاف هيلة وهذا النوع من الحلويات مطلوب بكثرة تبعوا معي الخطوات للأخير باش تعرفوا للمقادير وطبعا طريقة التحضير على بركة الله نبدو في الوصفة التعامة إذا نحتاج 250 جرام مارغارين طارية بدرجة حارة المطبخ وكيما راكم تشوفوا هذه العلبة فيها 500 جرام ناخذوا النصف يعني 250 جرام هذه الخطوة بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش الميزان نزيدو زوج حبات بيض نزيدو أربع ملاعق كبيرة تعزيت وكم ملاحظة إذا ما حبيتوش الحلوان تعكم جيد ذوب في الفم تقدرو تستغنو على الزيت يعني تديرو للمقادير فقط ونزيدو كاس سكر ناعم ونزيدو نصف كاس نشا ونزيدو كاس كوكا ومحمص ومرحيخشين وهذا الخطوة اختيارية ممكن تديرو الكوكا ولا جوز لهند ولا نصف كاس جلجلان ومحمص يعني على حسب الرغبة كيما شفتوا لبناتنا دائما ندير الكوكا وفي الحلوية الجافة يعطي لنا ذوق مميز جدا يعني الحلوة تعكم بتجيكم ببنينا روعة هنا نبدأ نخلط المكونات كلهم مع بعضهم حتى نتحصلوا لخاليط أبيض وإذا حبيتو تخدمو بالباطر ممكن الحلوة تعنا سهلة جدا فالتحضير ما تاخش كامل منكم الوقت وكيما شفتوا مقاديرها بسيطة جدا حلوة اقتصادية وبزاف هيلة كيما قلت لكم هذا النوع من الحلويات مطلوبة بكثرة إذن من بعد ما خلطنا المكونات كلهم مع بعضهم نزيدو ثلاثة كيسان تاع الفارينا ويبقى لنا الكاس الرابع نزيدوه في مباد يعني كي نبدأ نطم العجنة تاعي نزيدو كيس خاميرة الحلوة الوزن عشرة جرام نبدأ نطم العجنة تاعنا بأطراف الأصابع بهذه الطريقة وهنا تعملت نطول شوية معكم لأنه بزاف من المبدئات دائما يكتبوا لي سواف الخاص ولا في التعليقات يحبوا نديلهم طريقة بالتفصيل كيفاش نطم العجنة كيما راكم تشوفوا نطمها بطريقة عادية هنا في كل مرة نزيد شوية نتعى الفارينا حتى نكمل هنا كيما راكم تشوفوا العجنة تاعنا يعني ما زال مخصوصة على الفارينا نزيدو لها الكاس الرابع والآخر وكموا لاحظة إذا ما جمعتوش العجنة تاعكم بهذه الكمية تاع الفارينا تقدروا تزيدو نصف كاس نكمل نطم العجنة تانا حتى نتحصلوا لعجنة متماسكة هذه العجنة لو كانت ديروها ناشفة ما تقدروش تشكلو الحلوان تاعكم يعني عندما تشكلوها راح تتفتت وما تقدروش تتحكمو فيها نعود نأكد العجنة تاعكم إذا ما جمعتوهاش بربعة كيسان تاع الفارينا تقدروا تزيدو الفارينا حتى تطمو العجنة تاعكم وتتحصلو على هذا القوام شوفوا البنات هذا هو القوام اللي لازم تتحصلو عليه إذا مباشرة نبدأ نشكل الحلوان تاعنا ناخذو العجنة تاعنا من المستحسن ما تديروش كمية كبيرة تاع لاجنة باش تتحكمو في الحربوش انتاعكم وتشكلوه بطريقة سهلة وبشكل متساوي عندي ملاحظة هذا العجنة فيها كيس خاميرة الحلوة يعني 10 قرام الحلوة انتاعكم راح يتضعف الحجم تاعها في الفرن ننصحكم من بعد ما تشكلو حربوش بهذه الطريقة لازم يكون متساوي تقطعوا مقروطات صغار ما تديروهمش كبار كيما قلت لكم العجنة تاعنا فيها كيس خاميرة الحلوة يعني راح يتضعف الحجم تاعها بزاف في الفرن تقطعوهم صغار وعندما يتضعف الحجم تاعهم في الفرن يجي الشكل تاعهم متساوي وبزاف شباب شوفوا البناتانا هنا كبرت الحبات وتحصلت الى 28 حبات انتوما لو كنت صغروا الحبات راح تتحصلوا تقريبا على 33 حبات اذا هنا راح نكمل كامل كمية بنفس الطريقة نجيبو الصينيتانا نفرشو لها ورقة طهي فقط عندي ملاحظة الحلوة تاعكم عندما تحطوها في الصينية متقربوهم مش من بعضهم كيما قلت لكم يتضعف الحجم تاعها في الفرن الحلوة تاعنا نطيبوها في 180 درجة ومدة طهي ما تاخش وقت طويل في الطهي تقريبا مدة 20 دقيقة بالضبط راح تطيب لكم وتجي ما شاء الله وبالنسبة ليا الصينية نحطها في الوسط والفرن نشعله ملتحت وملفوق في نفس الوقت نحمرها ملتحت ونعطي لها تحميرها خفيفة من الفوق والنحية بالنسبة للاخوات للفرن تاعهم يشعل من الاسفل فقط ثانية تحطوها في الوسط الفرن تشعله من الاسفل طيبو الحلوة تاعكم تحمروها ملتحت من بعد تشعلوها من الفوق وتحمروها تحميرها خفيفة ما شيء بزاف هاليكم الحلوة تاعنا من بعد ما طيبتها كيما راكم تشوفو جات ما شاء الله هذه هي الكمية اللي درتها معكم لانه درت الحبات كبار لانه في الحلوات دائما نحب ندير حبات كبار من حبهمش صغار لو كانوا الحبات صغار راح تديروا تقريبا تلاتة وثلاثين حبه وهنا كما راكم تشوفو عندنا كوكاو محمص بقشورو نرمضو في الحلوة تاعنا وبالنسبة للاخوات اللي حبوني نعود لهم الطريقة اللي نحمص بها الكوكاو نجيبو صانية الفرن نحطو فيها الكوكاو وبالنسبة للفرن لازم نجعلو من قبل نسخنو مليح وناخد صانية تاعي نحمص الكوكاو في 160 دراجة في كل مرة نحطي صانية تاعي نحركم بمليح الكوكاو باش يتحمص لنا حبه على حبه وكما شفتو يجي ما شاء الله روعة هذي هي الطريقة الصحيحة لنحمص بها الكوكاو وهنا نجيبو الأشواق منتعنا ونبدأ نرحل الكوكاو كما شفتو نخلط شوية مقشر وشوية بقشورو أما الأخوات اللي سقسوني بزاف هلا هذا الأشواق شهال شريتو ومن عند من؟ من عند شاف كويزين دي زاد دار مليون ومئتين وخمسين الف واللي حب تشريه راني خليتلكم الأرقام الظهرة أمامكم في الشاشة تتصلوا بهذا الأرقام يوصلوه لكم حتى الباب داركم وتخلصوه والتوصيل مجاني لجميع ولايات الوطن يعني وين ما كنتو يوصلوه لكم حتى الباب داركم وهنا كما راكم تشوفو من بعد مرحينا الكوكاو نروحو لمرحلة التزيين بالنسبة للتزيين عندنا ملعقة كبيرة مع ملاح مربع نزيدو لها كميين تالعسل يعني الكميين تالعسل تكون كثر من المربع ونخلطوهم مليح ونحتاجو أيضا الكوكاو نرمضو فيه الحلوة التعنى وتقدروا تعوضوه بجوز الهند ولا بأي نوع من أنواع المكسرة كما نقولكم دائما على حسب الرغبة والذوق هنا نجيبو الحلوة التعنى نحطوها في الميلونج اللي درناها تال مربع والعسل نحاول ننحي هذا كزائد كامل ونرمضو الحلوة التعنى بعض الطريقة وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا لها شوفوا البنات اللي حلوة التعنى جت ما شاء الله نكمل بنفس طريقة كامل كمية المنتبقية ونشوفوها في شكل نهائي فيما بعد إن شاء الله إذن هذا هو الشكل النهائي للحلوة اللي حذرتها معاكم اليوم كما رأيكم تشوفو جت ما شاء الله صدقوني هذه الحلوة تجي بزاف هايلا بنينة خفيفة الدوب في الفم شوفو هنا الحلوة التعنى قسمتها بسهولة نتمنى إن شاء الله الوصفة تعنى هاليوم تنال إعجابكم وننصحكم تجربوها لأنه فعلا أكثر من رائعة تقدموها مع قهوة الصباح قهوة العصر أكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات بارتاجيو مع نظامي بتاعكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الله في روحتيكم في أمان الله